لدينا هنا مجموعة خطوط أعداد نريد تمثيل فيها الكسور الاعتيادية أول سؤال من هذه الأسئلة حدد لنا الكسر 3 على 4 على خط العداد لدينا هنا خط عداد المراد تمثيله هو 3 على 4 لتمثيل هذا العدد هنستخدم اللون الأصفر أولا نقوم بتجزئة الكسر إلى جزئين الجزء الأول هو المقام ما سمي بالأساس الأساس 4 أي تقسم المسافة من الصفر إلى الواحد أربعة أقسام ويبدأ القسم الذي بعد الصفر بالترقيم إذن هذا أول قسم 1 2 في المنتصف هنا 3 والواحد الأخير يمثل الأربعة إذن هي أربعة أقسام مثلت من الصفر إلى الواحد العدد الأول دائما لا يعد في الأساس العدد الأول لا يعد في الأساس الأساس أربعة إذن نبدأ من الصفر بعد ذلك واحد اثنين ثلاثة أربعة بعد ذلك البسط ويمثل ثلاثة أي أنه واحد اثنين ثلاثة إذن هذا هو الرقم سوف أقوم بعملية تغيير اللون إلى اللون البرتقالي وتحديد هذا اللون باللون البرتقالي هذا الكسر يمثل هنا بثلاثة على أربعة لو حبينا نمثل جميع هذه الكسور هنرجع للون الأصفر والتوضيح لذلك هذا الكسر الأول يمثل واحد على أربعة من ثم ثلاثة على أربعة من ثم ثلاثة على أربعة من ثم أربعة على أربعة أربعة على أربعة وتساوي لنا الرقم واحد أي أنه أي رقمين على بعض بإمكاننا تسميتهم بالرقم واحد أي أربعة على أربعة واحد خمسة على خمسة واحد في مننا من يسأل لو المسافة أتت من الواحد إلى الاثنين من الواحد إلى الاثنين يأتي لنا عدد صحيح مع الكسر عدد صحيح مع الكسر إذا كان المقام أكبر من البسط يكون بين صفر وواحد ننتقل المثال الثاني حدد لنا الكسر ثلاثة على ستة على خطة العداد إذن عندنا خطة عداد من الصفر إلى الواحد الآن سوف نقوم بعملية أولا تحديد المقام اللي هو الأساس ستة سوف نقوم بعملية تحديد المسافة كذلك سنختار اللون واللي يكون الأخضر للتقيير فقط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة الآن ستة نقاط النقطة الأولى لم نقوم بعملية تقيمها إذن هنمثلها هنرقم جميعها ومن ثم نحدد الكسر مطلوب كذلك باللون الأخضر أول كسر يمثل لنا واحد على ستة هنا اثنين على ستة هنا ثلاثة على ستة هنا أربعة على ستة خمسة على ستة ستة على ستة الكسر المطلوب تحديده هو ثلاثة على ستة سوف أقوم بعملية تغيير اللون اللون الأصفر هو هذا الكسر إذن ثلاثة على ستة هو الكسر مطلوب تحديده الآن لو مثلنا هذا الكسر الصفر هو عبارة عن باللون كذلك الأخضر هو عبارة عن صفر على ستة ستة صفر على ستة يتساوي لنا صفر لأنه الصفر على أي عدد في العالم بيعطينا الرقم صفر مثال آخر أكتب الكسر المناسب لخطين التالية عند الخطين عداد محدد لنا نقطة بشكل أوضح ونريد توضيح ما هي قيمة هذا الكسر هنستخدم أولاً اللون البرتقالي في خطة العداد الأول خطة العداد الأول هنقوم بعملية الترقيم واحد اثنين ثلاثة أربعة إذن الأساس أربعة يمكن كتاب ذلك أساس أربعة في كل النقاط المحددة هنا يمثلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة إذن أربعة على أربعة هو الواحد ثلاثة على أربعة ثلاثة على أربعة ثلاثة على أربعة إذن النقطة العريضة التي موضحة هنا تمثل الكسر ثلاثة على أربعة إذن بإمكان كتابتها باللون الأصفر أو تحديدها باللون الأصفر هو يمثل لنا العدد ثلاثة على أربعة كذلك النقطة التي في الأسفل سوف نقوم بعملية الترقيم كذلك معرفة الأساس النقطة الأساس نتركها من ثم نحدد واحد 2 3 4 كذلك على 4 الأساس 4 هنغير اللون باللون الأزرق هنا 1 الأساس هنا 2 3 4 إذن النقطة العريضة بنفس اللون الأصفر أو اللون البرتقالي إذن هو الكسر أو النقطة المحددة هنا تمثل 1 على 4 نقطة عريضة في خط الأعداد هذا وشكرا